نحن نريد اتباع سياسة الإغراق إغراق مواقع التواصل الاجتماعي إغراق الشبك العالمي للمعلومات بالمعلومات المفيدة لأن الخبر السيء قد لا يزيله خبر واحد جيد إنما تزيله أخبار كثيرة جدا جيدة نحن نريد يعني الطرق والدق على الآذان مرارا ونتكرارا دول ملل حتى نصدر خطابا صحيحا لهذا العالم يعني الفضاء الإلكتروني كما تعلم فضيلتكم أو وسائل التواصل الاجتماع أصبحت يعني هي محطة أنظار الشباب في التلاقي والتساؤل والنقشات نعم ولذلك كلما تفاعلنا مع هذه المواقع وكلما تفاعلنا مع وسائل التواصل الحديثة هذه نحن إنما نتعامل مع شريحة ليست هيينة وإنما هي شريحة الحاضر وهي شريحة المستقبل هي الشريحة التي تقود العالم في المستقبل فإذا ما وضحنا لهم الصورة في وسائلهم المعاصرة لأنها الاستقراء يقول بأن أكثر الشباب قد لا يقرأ أكثر الشباب قد لا يجلسوا في حوار أكثر الشباب قد لا يستطيع أو يتحمل أن يقرأ قراءات مطولة إنما نحن مع علماء النفس مع علماء الاجتماع مع علماء المعنيين نحن عندنا رسائل صحيحة توضح الصورة صحيحة لإسلام تعالوا نجلس معا لنوصل لهذا الشباب هذه الرسائل بالوسائل التي يعني تصل بها هذه الرسائل إلى الشباب وصولا حقيقيا أنتم يمكن أن تنيروا أمامنا الطريق علماء الاجتماع والإعلام وعلماء النفس وعلماء السياسة كل العلماء يمكن أن يشتركون كيف نصل إلى رسائلنا إلى الشباب قد لا تكون طرقنا التقليدية في الحقيقة الآن قد لا تكون نافعة كل النفع صحيح أنها مؤثرة وكل شيء لكن في شريحة الشباب نحن نحتاج أن نستعمل وسائل الشباب المعاصرة أن نلجأ إلى الشبكة العالمية للمعلومات نحن بحمد لله سبحانه وتعالى في دار الإفتان المصرية يعني استطعنا أن نتفاعل مع هذا النموذج الشباب من خلال الشبكة العالمية للمعلومات وكنا يعني على ما أظن وفي تقديري كنا روادا في غزو الفضاء الإكتروني بالصورة الصحيحة للإسلام من خلال مواقع عديدة ربما 16 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العالمية للمعلومات أبرزها الصفحة الرئيسية لدار الإفتان المصرية التي وصل عدد المشتركين والمتفاعلين فيها إلى ما يقرب من الآن من يعني 6 مليون ونصف صحيح والمهم فهم من منصات الرأي كيف تقول وتتعامل معها نعم فتعاملنا بعمل وسائل عديدة من فيديوهات قصيرة ورسائل وفتاوى وشيء من هذا القبيل بالوسائل المتاحة التي يمكن أن نتفاعل معها من الشاب نحن نحتاج إلى بزل العديد من الجهود ليس جهدا واحدا فضلا عن أن قضية الإرهاب التي تنحل بها وتسهم في قضية تحل الإسلامفوبيا هي التعاون الدولي في محاربة الإرهاب لا بد من تعاون الدولي جهود الفردية في الحقيقة وإن أحدثت قضاء على هذا الإرهاب لكنها لا تؤتي النتيجة المرجوة منها